اشتركوا في القناة بتصنع البلوك ما بتستنهوش لحد ما ينشف بتكون مثلا الخلطة بتاعته مش كويسة فيجي تبص تلاقي الأبعاد بتاعته مجادش مظبوطة لو هو جاي طري في الموقع وانت اشتغلت بيها تلاقيه بعد كده كرمش وبعد كده شقق منك فلازم تتأكد أن البلوكة بتاعتك صلبة الأبعاد بتاعتها مظبوطة أن العزل اللي فيها مظبوط مفيش أي مشاكل فيها أن الرطة بتاعتك سليمة أن الحبيبات بتاعتك سواء لو هتجيبه بركاني أول حاجة من مرحلة المباني عندي زي ما احنا شايفين أنك لازم تقد يعني إيه قد؟ يعني أبدأ أرسم المخطط عندي على الأرض ببلوكة واحدة بس هنا طبعا داير ما يدور ببدأ أحط أول بلوكة عندي سواء بلوكة معزول أو بلوكة عادي طبعا يفضل أول رصة بتكون بلوكة عادي أو بلوكة مسمط عشان يشيل الجدار حتى لو أنت هتعمل البلوكة أو هتعمل البلوكة بتاعك في الجدار الخارجية أو حوالين المناور يفضل أن الأول بلوكة تكون مسمطة عشان تقدر تشيل طبعا اللي قدامي دا كل اللي عمله دا فكه تاني لأنه عمل أول بلوكة معزولة وزي ما احنا لسه قالين اللي أول بلوكة لازم تكون مسمطة معايا طبعا لازم أول بلوكة بتبدأ برضو بتعمل بها منسوب أو بتكون هي نقطة السواء أو الخط اللي بيستوي بالمباني طبعا زي ما أنتوا شايفين هنا المباني لازم يكون متكحلة يعني يكون فيه فراغ ما بين البلوكة بدخول كده 10 سنتي عن طريق حاجة اسمها تكحيل أو بنكوي المونة ما بين البلوكة عشان ما تيجي بعد كده تليس يبقى زي ما قولوا كده إيه اللياسة تكلبش في البلوكة يعني اللياسة تكلبش يبقى فيه زي ما يكون جزور ليها جوة البلوكة بتاعي تمام فدي خد بالك منها طبعا هنا البنة شغال شد سواعي ايه هي السواعي هي خط نازل من السقف وربطه وهو ماشي عليه طب الهدف من الخط ده ايه هو ايه الهدف من الخط زي ما احنا شايفين الخط المحطوط الهدف منه انك تتأكد ان انت ماشي بخط مستقيم أو المباني بتاعتك طلع مزبوطة لا هي ميلة يمين ولا هي ميلة شمال فده ضروري جدا طبعا زي ما انتوا شايفين هو البلوكة بتبقى في نص البلوكة الاولى في نص البلوكة التانية اي فتحة عندك لازم يكون البلوكة اللي حواليها متعبي خلطة زي ما هونите شايفوا في دلوقتي بيعبي البلوكة اللي حوالي الفتحة خلطة برضه لازم تتأكد انك هتحط الاكسسورات بتاعت المباني تمام ايه هي الاكسسورات بتاعت المباني اللي هي الشابك اللي هو السلم احنا بنسميه السلم هو برضو المفروض تحط زوايا ما بين البلوك وبين العمود يعني لازم تضرب زاوية بين البلوك وبين العمود زي ما احنا هنشوف دلوقتي هو دلوقتي برضو شادت خيط بزاوية 90 عشان يتأكد الزوايا بتاعته الداخلية مفيش اي مشاكل فيها برضو قدامك هنا عامل 3 رصات بلوك للشباك طبعا احنا كل ما يبقى الشباك اطول كل ما يبقى الشباك احسن فما يفضلش انك تعمل الجلسة متر او تعملها 2 متر لا اوه عامل 3 بلوكات زي ما احنا شايفين بحيث عايز يكبر الفتحة بتاعت الشباك تمام وطبعا ده بلوك معزول طبعا يفضل ان الجلسة بتاعت الشباك او البلوك اللي جنب الشباك يكون مسمط او الاكتاف والمفروض البلوكة الداير ميدور يكون كله خرصانة او يكون بلوكه مسمط واخد بالك البلوك العازل ساعات ما بيكونش في السنتر بيكون جاي على جنب شوية فدايما زي ما احنا شايفين هنا لازم يكون المقاسي الكبير في البلوكة المعزولة يكون للداخل يعني اللي معمول ده غلط المقاسي الكبير لازم يكون من الداخل والصغير لازم يكون من الخارج عشان ما تيجي مثلا تضرب تحط مثلا تلفزيون تعلقه او تحط مواسير وما الى ذلك فلازم يكون السمك بتاع البلوكة المعزولة في الخارج طبعا خد بالك انت برضو وانت بتبني لازم تحترم المواسير اللي موجودة عندك سواء مواسير للسباكة سواء مواسير للتكييف سواء مواسير لصرف المطر طبعا كان فيه زمان حاجة اسمها طوبة سباك بتبقى كانت متخرمة كده وكنت قدر تعدي فيها المواسير بس مش موجودة او ما تقدر تتحصل عليها الا زي ما بيقوله بتاعها بشوية فلازم تاخد بالك من المواسير اول بلوكة عندنا هنا لازم تكون مصمطة زي ما احنا شايفين في الرسمة لازم كل ده يتميلي خلطة لو انت ما جبتش بلوكة مصمط بتعملها بلوكة عادي ما تخليش البنة يقلبها يعني ما تخليش الفراغ ده يكون تحت الارض لا اللي يكون من فوق عشان تتأكد اللي هو هيملها لك خلطة زي هنا ما احنا شايفين ده عتب طبعا العتب الكبير ده كل ما بيزيد مثلا عن متر ونص أو اتنين متر يفضل انك تشده نجارة وتصبه تمام على ابوه تمام المفروض دخول العتب بيكون عشر البحر يعني لو الفتحة دي ثلاثة متر المفروض يكون العتب راكب الناحية دي ثلاثين سنتي وطبعا كل ما ما تصب العتب على كامل الفتحة كل ما يبقى احسن ليك طبعا بتصبه بتسلح العتب وتصبه زي ما احنا شايفين هنا برضو حتة اللي انت تكحل او تخلي المونة ما بين البلوك دخل الجوة في حدود سنتي او سنتي ونص عشان خاطر اللياسة تمسك فيها برضو هنا ده شباك كبير بعد ما تبنى طبعا خد بالك من الكتف الكتف ده طبعا غلط ليه لان المفروض جاء ده يتعمل يتقلب يتقلب ويتملي خلطة او يتصب طبعا كل ده اتفك انا بديك المراحزات في الفيديو عن الاخطاء اللي بيقع فيها المباني اللي هو المعلم المباني واللي بيقع فيها صاحب العمل ما بيخدش باله منها فاخد بالك من النقطة دي حوالين الشبابيك لازم يكون مصمت بلوك مصمت او تصبها تصب اللي حوالين الشبابيك ده كله 20 سنتي او 15 سنتي عشان تقدر تسبت الشبابيك الالمونيوم بتاعتك ما حصلش فيها اي مشاكل هنا مثلا دي فتحة باب تمام لازم تتأكد من الشرب لازم يكون فيه شرب عندك على فتحة الباب عشان تتأكد مليون في المية من ارتفاع العتب اللي انت هتركبه لازم تتأكد من ابعاد الابواب على الارض قبل ما تبدأ تطلع فيها خد بالك عشان ما تجيش بعد كده تلاقي الباب مشواخد كتف كتف في حتة وكتف في حتة تانية بعد كده ما تيجي تركب البرواز بتاع الباب تلاقي البرواز ناقص عندك وبالتالي هيبقى شكله وحش جدا زمان او زمان بقوله المواصفات العالية اللي احنا كنا بنحط اول ثلاث بلوكات مصمتة بس ما فيش حد طبعا بيحط اول ثلاث بلوكات مصمتة او بتكون كوست او تكلفة عالية عليك سواء في المصنعيات او سواء في المواد اللي انت هتجيبها فاحنا بنكتفي زي ما احنا قلنا اللي احنا بنحط اول بلوكة وبنبدأ نملاها خلطة خد بالك هنا بيبدأ البنة يشوف ارتفاع العتب بتاعه تمام وطبعا تبقى الشرب التشتيب الشرب دي علامة بناخدها من زي ما بقوله من التشتيب يعني من الصراميك اللي انت هتركبه على الارضية من البرسيين اللي انت هتركبه تبدأ ترفع علامة ارتفاع متر بيحطه لك المساح بحيث تعرف ارتفاع العتب بتاعك ايه انت مثلا الباب بتاعك ارتفاعه اتنين متر عشرين عايزه اتنين متر عشرين صافي عايزه اتنين متر عشرين صافي يبقى لازم تعمل الفتحة بتاعة الباب من الشرب اتنين متر خمسة وعشرين يبقى عندك متر من تحت وبعد كده بترفع من الشيرب بمتر 25 وتبدأ تركب العتب بقى عندك الارتفاع 2 متر 25 إما بتيجي تركب الحل بتاع الباب الخشب بيبقى سمكه 5 سنتي وبالتالي بياخد 5 سنتي من الارتفاع بتاع المباني بقى عندك صافي الباب 2 متر 20 صافي طبعا فيه ناس بتعمل ارتفاعات الأبواب أعلى من كده طبعا بيختلف على حسب التصميم طبعا ده هنا جدار خارجي احنا لسه كنا قلين حتى لو الجدار بتاعك خارجي والمفروض بتركب له بلوك معزول يفضل برضو ان اول بلوكة تكون مسمطة برضو اعمل حسابك في المواسير سواء مواسير صرف المطر ولازم تكون مظبوطة في الجدار طبعا انت بعد ما بتصب بعد ما بتخلص المباني بتاعتك بتبدأ تصب زي شاي في المواسير دي بتبدأ تتأفل عليها وبتبدأ تخشبها تمام وبتبدأ تصب عليها الخرصانة بتاعتك طبعا الخلطة لازم الخلطة بتكون واحد الى اربعة يعني لو انت حطيت الخلطة اللي هي المونة اللي بتمسك البلوك لو انت حطيتش قارج اسمنت بتحط قصادها اربع عربيات او اربع شكاير رمل خد بالك ما تجيبش رملة بيضة الرملة البيضة دي بيستخدموها في اللياسة لان الرملة البيضة بتاكل اسمنت كتير منك جدا تمام فبالتالي هتخسرك بالتالي الصنايع نفسه بدل كل شوية هيقعد يخلط 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 انت خسرت وهو خسر برضو اليومية بتاعته فبتجيب رملة حمرة تمام مع الاسمنت بتاعك وتبدأ تعمل الخلطة بالرمل الاحمر بش بالرمل الابيض تمام خد بالك من النقطة دي جدا طبعا وانت شغال في المباني اتأكد لكل المواسير بتاعة التكييف كلها طلعة اتأكد خد بالك من فوق الجدار من فوق اللي هو البنة مقفله لازم يكون البنة مقفل الجدار من اوله لحد اخره هتلاقي فراغ فوق الجدار عشرة سنتي هتلاقيه خمسة سنتي لازم يتأفل المشكلة في الخارجي الجدار الخارجي لو لقيت فراغ ما بين البلوك وبين القمر الصائد لازم تعمله حاجة اسمها دوكم بتبدأ تحط زي تشحيط علفات كده على شكل مسلس خشب بتبدأ تشحطه يعني ما بين البلوك وبين القمرة عشان بعد كده ما يحصلش وطبعا بتبدأ تدقه بالشاكوش بانت كده ايه زي ما بقول ايه زنقت البلوك مع القمر بحيث ما تيجي تليز بعد كده ما يحصلش ايه كراك او ايه مشاكل زي ما انتم شايفين هنا لازم كل ده يتأفل ويتشحط بمثلسات او دوكم خشب طبعا الاعتاب بتاعتك عشان لسه طرية لازم يفضل انت تحط جاك تحت العتب بتاع الباب بتاعك اعتاب الابواب او اعتاب الشبابيك عشان ما تهبطش منك وما ترخمش زي ما بقوله طبعا فيه هنا او زي ما احنا شايفين كل شباك تم شده طبعا بده ما تحط له جاك او تحط له مربوع خشب عشان تتأكد ان ما فيش اي مشاكل اكسسورات المباني مهمة جدا سواء الزوايا سواء السلم البلوك زي ما انا شايفين لازم تأفل حوالين ما بين القمر وبين البلوك من الاعلى يفضل انك تعمل الشبابيك طولية زي ما احنا شايفين ما تعملش الجلسة متر طبعا دي حسب ما يطراء لك في التصميم ممكن بتعمل لحد نهاية الجدار فيعني دي زي ما بقوله نسبة وتناسب تأكد تماما برضو من حوار الحمامات تيجي تحط الكرسي تلاقي الباب خبط في المغسلة ولا خبط في الكرسي لازم تكون عامل حسابك عشان كده انت بتقد الجدران بتاعتك عشان تأكد الابعاد بتاعتك مصبوطة فيه بلوك عندك هنا احنا عمليه عشرين انت ممكن تتغاضع عنده وتخليه خمستاشر يعني فيه غرف نوم تقدر تعمل بلوك بتاعها خمستاشر ما تقيدش برضو بالمخطط اللي موجود قوي لو عندك مهندس شاطر يقدر يساعدك انك تستغل المساحات الموجودة على قد ما تقدر احنا دلوقتي ورناكم الفيديوهات في الموقع هنخش دلوقتي مع بعض نشوف مخطط بحيث ازاي تعرف تقرأ المخطط ازاي تعرف تشوف الباب تشوف الشباك تشوف الكلام ده كله تمامي بقى انت عرفت عملي وعرفت نظري عن طريق المخطط وتعالوا مع بعض اشرح على المخطط واحنا برضو نتفرج على الموقع اشتركوا في القناة